للمتابعة ينظم إلينا مينان خليل مرسل الغد رائد شريف رائد ضعنا في مطالب المشاركين في هذه الوقفة نعم بدأ العشرات من المواطنين الفلسطينيين وبعد دعوة شباب ضد الاستيطان للتجمع أمام مقر بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل وذلك للاحتجاج على قرار بن يمين تنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال بطرد بعثة التواجد الدولي وإنهاء عملها في مدينة الخليل بدعوة أنها تعمل ضد دولة الاحتلال وتنحاز للمواطنين الفلسطينيين وتأخذ برواياتهم ولا تأخذ بروايات المستوطنين المتطرفين في مدينة الخليل بعثة التواجد الدولي جاءت إلى الخليل بعد اتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال وبمشاركة ست دول أجنبية بعد مجزرة الحرم عام 1994 1994 وذلك لمراقبة الأوضاع في مدينة الخليل اليوم بن يمين تنياهو أراد طبعا أن يطرد هذه البعثة وذلك لتغييب الصورة والشاهد عن مدينة الخليل خاصة وأنها تختلف عن كافة المدن الفلسطينية من حيث وجود المستوطنين المتطرفين وجيش الاحتلال الإسرائيلي وعدد الحواجز والثكنات العسكرية في قلب مدينة الخليل المقسمة إلى H1 و H2 حسب بروتوكول الخليل عام 1997 وهذا يعني أن المستوطنين المتطرفين يسكنون في بؤر متناثرة متفرقة في قلب مدينة الخليل ويقوم بحمايتهم ألاف من الجنود الإسرائيليين الآن الفلسطينيون بدأوا يتجمعون أمام مقر بعثة التواجد الدولي حتى هذه اللحظة لم تعلق بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل على قرار بن يمين نتنياهو بإنهاء عملها في مدينة الخليل وقالوا لنا ربما يكون هناك تصريح رسمي بعد حديث السفارة النرويجية بشأن ما صرح به رئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلية ربما الأمور تتطور خاصة وأن هذا يعني غياب عين قوات التواجد الدولي في مدينة الخليل من حيث عمليات إطلاق النار على الفلسطينيين ومن حيث كذلك إغلاق الشوارع والمحال التجارية ربما السعاد القادمة درة ستكشف لنا التفاصيل بخصوص هذا الموضوع وتعليق بعثة التواجد الدولي المؤقت نعم كما قلت رائد طبعا سنتابع معك كل التطورات وكل جديد مرسل الغد نشكرك كنت معنا ميناء الخليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر